الخبر الأول الذي عادنا على المتابعي وكشفه من حقيقة طوني وكريس وخفوه من سمتالي يوتيوب من الكومنتات التي عادهم أما نسعها سببه في الصراحة المهدري ولكن بيكون مشكلة صارت بمئاتهم احنا مدري أما باسم الدليل يودخلها قمطة نزلو ونزبيع التعليقات ويكتب اسمتالي يوتيوب وبعد نذهب على كلمة الأحدث أولا بمدفع تعليقي وتعليق الأشخاص العلقة وراية بعد ما نعفضهم زين نوح لغير الحساب أما يشوفون هذه التعليقات حيطلة للناس أو لا بعد ما نعرف الحساب وزين نبيع تعليقاته رحنا على كلمة الأحدث أولا رح شوفون تعليقه مظهر ونما تعليقاته أشخاص ثانيا ظاهر فكتبنا أحباب بالكومنتات شركوا بحركة طوني وكريس وخفوه من سمتالي يوتيوب من الكومنتات التي عادهم الخبر الثالي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فو اليوتيوبر عادنا هو نور مارف نور مارف نور مارف نزع لعثمه بالإنستجرام مشوية تشترياته بهذا اليستوريات يهلي من خلال هنو رح نزل المقطع اليوم الساعة بالأربعة رح يكون مقطع ناري بفكر تنارية رطكم هذا اليستوريات لحب نشوفها كامل بشرة خير بقرأ الفيديو رح يكون من أحد الفيديوهات اللي أنا متمنيتها تخلصوا عن عبصور كتير حلو كتير حلو كتير حلو نزع على سبب الإنستجرام مشوية تشترياته وهذا اليستوريات قاعد يعني من خلال هنو رح ينزل المقلب واللي رح يكون مقلب خرافي اللي يسواه بماريانا طبعا مقطع من الواضح انو حيكون ناري رح يزيلكم اليوم الساعة بالأربعة فاكتبوا لحباب الكومنتات المقطع من المتحمسة اكثر بين وسام تيكيت ونور مار الخبر الثالث اللي عادنا عن المتابعين تهجمهم على بيسان اسماعيل ونور ستارز وانش شايف فاحمد ناشيطا زع على سبب الإنستجرام وهذا البوست اللي كان بهذا الفيديو وفعلي يا حباب كل الكومنتات اللي جتي على هذا البوست قاعدين يتهجمون عليه ومن جمهور ناري نبيوتي اللي قاعد يقول انو ما هي شلتك مقرفة وليش صوري نور ستارل وليش صوري بيسان اسماعيل متما شافين يا حباب كل الكومنتات جتي بهذا الشكل فاكتبوا يا حبابي الكومنتات شركوا بها الخبر وهل تستحقق هذه الجملة تعرضوا له او لا الخبر الرعبي اللي عدى عن ناري نبيوتي موفلوكس والتقاهم اي بعض المرة الثانية من جديد فبعد متسربت هذه الصورة اللي كانوا بداخل مطعم الثانياتهم باخر مقطع نزلت ناري نبيوتي هذا المقطع صار بنوعا ما دليلين نثبت ان هي التقاط بموفلوكس اول شي اللي هو انعكاس بالكاميرا كان واضح انو بهذه الجامعة كان مبين موفلوكس قاعد يتمشى وهي الشخص شاب وخاصة انو ناري نبيوتي تحالي اخواتهم مستقاعدين في دبيا ماكو اعالوا اياهم فالشاب الوحيد اللي ممكن يكونوا اياهم هو موفلوكس وغير هذا دليل يا حباب يبقى دليل ثاني اللي تشاهدت من نفس الفيديو وواضح انه هنا لأكون نوعا ما حذاء وهذا الحذاء هو يناس اكتشفوا انه هو نفس الحذاء مع موفلوكس اللي يصور بيه ويننزل بيه بالصور بالانست اكتبوا يا حباب بالكومنتاش شركوا بهذه الخبر وليس تشوفون انو ناري نبيوتي موفلوكس لتلقوني اكثر من راوية بعض ولكن ما قاعدين يصورون نوعا ما على السكتي الخبر الخامس اللي عادنا عنته هجوم متابعي ناري نبيوتي على نورستار فالنوستان نزلت على سبب الانستغرام وهذا البوست وهذا البوست شان بهذه الصورة وكل عادية يا حبابي بكل الكومنتات اللي جتين قاعدين يتهجمون عليها ولي قاعدين يتهجمون عليها من جمهور ناري نبيوتي يقولون هذانو هذول دمو حيين او ولا فاكتبونا يا حباي بالكومنتاج وشتركوا في بذل الخبار و هل تسعى قد تعرضت له او لا وبصلاة يا حباي منها وصلت للمقطعات من المقطع عجبكم و لا تحطوا لايك و تركوا بقناة سنوك و فيت زي مقاطع من ايكت القصص و مع السلامة